مباشرة إلى الفقر القادم والتي تتحدث بالعادة يشتكل بعض من كثرة التعرق ولكن البعض الآخر نجده يعبر عن أنه مهما تناول كميات من المياه أو مارس التمارين الرياضية لا يتعرق أبدا فما الذي تعني هذه الإشارة وبالتأكيد صحيا كيف تترجم وهل بالفعل هناك البعض الذي يفتقد لوجود غدد عرقية فعالة في جسده هذه أسئلة نطرحها على حضرة الدكتور غالب برهم اختصاص الأمراض الجلدية والتجميل الطبي والليزر صباح الخير وصباح الصحة والعافية يا سيد صباحكم وصباح الخير لأخوة المستمعين والمشاهدين والجميع حتى كمان لأسرانا وإن شاء الله الفرج الكريب ليلهم نعم إن شاء الله دائما عبدا إذن يعني دكتور بالعادة في البعض بيشتكي بصراحة من كثرة التعرق وربما يعني يسأل ويستفسر كيف أتخلص من هذه العادة أو ماذا أنا فاعل بالتعامل مع مثل هذا الحدث ولكن ألا يشتكي أحد من التعرق وهناك قلة ولربما فقدان كليا لموضوع التعرق البعض لا يعطي الموضوع اهتماما ولكنه قد يؤدي أو يعطي إشارة معينة أن هناك خلال ما ما الذي يترجم أو تترجم هذه الإشارة من ناحية صحية بالنسبة للعرق طبعا هي في غدد عرقية موجودة في الجسم منتشرة في جميع أنحاء الجسم هناك نوعان من الغدد العرقية غدد عرقية تفرز العرق المعروف وفي غدد عرقية خاصة موجودة في بعض الأماكن في الجسم نعم مثل تحت الإبط في الثانيات الأماكن التناسلية هذه لها علاقة في ريحة معينة وهذه تنضج عند سن البلوغ بتكون هو أكثر إشي فعالة بتكون في لدى الحيوانات مش البني آدم من نسبة للبني آدم تقريبا ما لها هالهمية الرئيسية في إفرازها لكن بشكل عام الناس اللي بيعرفوا اللي هو العرق العادي وظيفتها الغدد العرقية العادية طبعا موجودة منتشرة في جميع أنحاء الجسم وظيفتها هي لعمل توازن لحرارة الجسم عند ارتفاع الحرارة بتيجي إشارة عصبية من الدماغ لهذا الغدد لإفراز العرق اللي بيدوره لما بده يتبخر من الجسم بأخذ حرارة من الوسط المحيط من الجسم اللي مو بتبخر لذلك المناطق اللي بتعرك من حسة من لكيها باردي صحيح نسبيا للمناطق اللي ما بتعرك اللي ما بتعرك من لكيها شوي درجة حرارتها دافية أو سخنية لذلك بعض الناس بفتكروا هذه الغدد العرقية نتيجة إما بكون في خلل ما في خلقي خلل خلقي إنه مش موجود الغدد العرقية نهائيا في جسم هذا البني آدم وما بعرك نهائيا وهذا منذ الصغر موجود الشيء الآخر إنه بعض الناس بتكون وراثي موجود في عندهم شح في استجابة الغدد العرقية لا السيالة العصبة اللي إفراز العرق نعم آآ في ناس عندهم بتلاقي في إفراز زائد في العرق وفي ناس عندهم آآ كلي آآ كمان في بعض الأمراض الجينية اللي بتسبب آآ إلى فقدان آآ هذا الغدد العرقية آآ كمان في بعض الأمراض اللي تابع لأمراض ثانية إما أمراض بتصيب الدماء وتترافق معها وتترافق معها إنه الإنسان ما بعرق لأنه ما في سيال عصبي اللي يوصل هذا المعلوم إلى الغدد العرقية حتى تفرز عرق نعم وإما لألأ بكون نتيجة أمراض بتصيب القنوات اللي هي الأنسجي الضامي للغدد العراقي فتمنع إفراز العراق وهناك بعض العقاقير الأدوية اللي ممكن الإنسان إذا بتناولها ممكن يتأثر على إفراز العراق من هذه الأدوية المهدئات كمان برضو الكحوليات أسباب كثيرة تؤدي إلى لربما عدم فعالية الغدد العراقية أو فقدان فعاليتها بالتالي هنا الاستفسار دكتور غالب أنت ذكرت أن هذا الشيء قد يبدأ من الصغر ملاحظة أو الإصابة به وبالتالي مرحلة ما بعد المراهقة هي الأكثر فترة التي تؤدي إلى تبيان أو يعاني منها هذا الإنسان لكن من الصغر كيف ممكن تكتشف الأم أو الأهل أن هذا الطفل ذكر أن كان أم أنثى يعاني من عدم فعاليات الغدد العراقية التي هي مهمة وجودها ومهمة أيضا فعاليتها هذه أنه الطفل ما بعراق بالعادي الطفل من أول ما ينولد أثناء الرضاعة معروف أنه الطفل بزير تعرق صحيح أنه هذا الطفل ما بعراق بتطلع كمان على لون الجلد لون الجلد بيكون باهت الجلد ناشف ممكن تتساءل الأم ليش هيك جلد الطفل كمان في أعراض ثانية مصاحبة لهذا لعدم التعرق مش بس التعرق في أعراض ثانية مصاحبة وهذه الأعراض هي اللي بتخلي الأم أنه والله ليش ابني عنده كذا كذا فبدي أسأل مثل إيش أعراض مصاحبة بتكوني يعني من هذه الأعراض شكل الوجه من كمان هذه الأعراض كل أو شح أو كلة الشعر الرأس فروة الرأس بيكون باهت لونه فاتح جدا فاتح كمان العينين متباعدات شوي تقريبا عن بعض المنطقة الوسطة منطقة الأنف عريضة بتكون طبعا لما هيكبر شوي بيكون نمو للأسنان ظهور الأسنان في أسنان خاصة بتظهر هذول يعني مش طبيعية أسنان مدببة أسنان فقدام بعض الأسنان فبيبين أنه شكله في عنده مشكلة الطفل أنه مش طبيعي طب دكتور غالب في البعض بيكون مبسوط بيكون لك أنا من الناس اللي أبدا ما بعرق يعني بيكون سعيد بهذا الخبر وكأنه شيء صحي ولكن فعليا شو اللي بيصير في الجسم من جوات الجسم لما ما بيكون فيه إفرازات التعرق لما الجسم ما بيفرغ هذا الشيء على شكل العرق اللي طبعا إحنا سواء بيكون ملحوظ بفصل الصيف أو بالشيء في بعض الاستفسارات اللي رح نروح لها لاحقا نعم شوف بالنسبة للعرق بشكل عام إنه إنسان ما بعرق هو بيكون فيه ظروف خاصة فقط هذا اللي ما بعرق وهذا بعاني بعاني بمعنى إنه بعاني يعني جسمه بيظل حامي في الصيف ما بيطيق الصيف ما بيطيق الحم بده يظله يبرد على حاله بده يظله يدير مي بده يظله الكاعد في مطرح مكيف بده يظله لي أنه ما بيتحمل ما عنده مكيف في الجسم أيوة الثير اللي هو الميزان الحرارة في الجسم بعلة بعلة وفي خلل يعني مش عم بيستجيب ما فيه ما فيه عرق اللي يرطب الجسم يلطف حرارة الجسم لذلك هذول بعانوا هسا الناس العاديين في ناس عندهم كل فيه إفراز العرق شح بنسميه وفي ناس عندهم إفراط صحيح هسا الناس اللي عندهم كله هو فيه عرق مش إنه ما فيه عرق هو موجود العرق لكن مش ملاحظ مثل الناس الثانين لذلك بصير إنه البني آدم نعم بحس إنه بعرقش لا هو بعرق لكن مش هالعرق الإفراط بحيث إنه يبين على الملابس والأواعي والكمان خارجي يعني إنه فيه نقاط عرق موجودة في الجسم نعم طب عدم التعرق أنت ذكرت من البداية هذا يعني أن هناك خلل ما كان قد أصاب الغدادة العرقية إيش أبرز الأمراض اللي ممكن تصيب الغدادة العرقية نسمع إحنا في مصطلح انسداد الغدادة العرقية نسمع في التهاب مزمن في الغدادة العرقية وبالتالي هذه الأمراض وأكيد فيه مجموعة من الأمراض اللي بتصيب الغدادة العرقية اللي تؤدي لعدم فعاليتها طبعا لنحصل أو يجد نفسه الإنسان أنه لا يتعرق أو أنه لا يصاب بهذه الحالة الصخدة اللي هي صراحة لازم تكون موجودة شوف المصطلح انسداد يعني أو أنه التهاب صار الغدادة العرقية هو بيكون مؤقت يعني أو بيكون في موضع معين مش بيكون عام في الجسم يعني على سبيل المثال مثلا مريض انحرك هسا الحرك درجة ثانية أو ثالثة بيكون محروك الجلد كله مع الغدادة العرقية هسا في هالمنطقة اللي انحرك انحركت الغدادة العرقية ما بيكون في عرق لكن بقية الجسم متواجد موجودة الغدادة العرقية ما انحركت هسا إنه انحرك الجسم كامل وانحركة الغداد العراقية كاملة عصلا الإنسان فوق الأربعين في المئة صعب إنه يعيش لما يكون في حرك فوق الأربعين في المئة بده مراكز خاصة جدا للعناية فيه حتى إنه يظل على قيد الحياة بس عندنا ما أعتقدش هذه المراكز موجودة عندنا اللي ممكن إذا كانت فوق الأربعين في المئة إنه يعيش البني هذا طب دكتور تيجي عندك حالات ممكن بتقول لك أنا دكتور لإني ما بتعرق فبيصير معي زي ما حضرتك ذكرت إنه بداما نروح ومفرفطة في الصيف وما قال لذلك فيش ميزان صح يضبط الحالم درجات الحرارة اللي موجودة في الجسم فهل بالإمكان أن يتم العمل على إعادة إنعاش هذه الغداد العراقية داخل الجسم إذا كانت غير فعالة؟ طبعا هانا ما هواش إحنا قادرين نتحكم فيه يعني فيه ناس عندهم مش متخلق الغداد العراقية منين نجيب لهم غداد العراقية؟ طب اللي فيها بطء ممكن بفضل تعالية؟ فيها بطء يعني ممكن مثلا بعض الناس بتناول عقاقير معينة بيؤدي إلى إنه بطء في هذه بما يتناولش العقاقير نعم بعض الناس مثلا عندهم أمراض أمراض جلدية في بعض الأمراض الجلدية زي الصدفية نعم ممكن تسكر المسامات هذي وما يتم إفراز عراق على الجلد من هذه المناطق اللي فيها العراض الصدفية لذلك بنعالج الصدفية بيرجع لنفرض في بعض الناس عندهم كل في إفراز العراق هيك طبيعي جسمه يعني ما عنده إفراط نعم لذلك هذولا بين كلهم بدك أنت تعمل على تنشيط هذه الغداد العراقية هسا كيف بتم تنشيطها؟ ايه تنشيطها إنه بلعب رياضة اللي هو حتى إنه الجسم يحمى يفرز طاقة ويصير في حم إنتاج حرارة والحرارة لما ترفع الدماغ بعطي أوامر إشارات إنه حتى يفرز الغداد العراقية إلى الطف من درجة حرارة الجسم فهو ممارسة الرياضة شرب الماء وليس الأشياء الثانية الماء 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 بكثرة لأنه المي الجسم بتحمل لحد معين بس لما يكون فيه زايد ما بتخلص منه إما عن طريق المخارج الطبيعي البول أو العرق أو اللعاب فلذلك الإنسان هيك بنحفز الغداد العراقيين هتشتغل مع كثرة شرب الماء إنه فيه ماء زايد في الجسم بده يتخلص منه الجسم عن طريق العرق وإذا فيه أي أدوية نتخلص من هذه الأدوية نحاول نبعد عنها إذا فيه مثلا بعض طبعا عندنا الحمد لله مش موجودة اللي هو الشرب الكحول لكن عند الغرب موجودة يعني هذه برضو بتأدي إلى كل فيه إفراز الإنتاج العراق نعم طب فيه استفسارات دكتور ربما أيضا بعد أو مواصلة لنفس الموضوع فيه فحوصات مخبرية بالإمكان إجراءها لحتى نعرف إذا فيه عندنا مشكلة أم لا في موضوع الغداد العرقية يعني هل يوصى بإجراء بعض الفحوصات المخبرية أم مجرد فحص سريري فقط لا غير هو الأصل الفحص السريري يتوجه للطبيب الطبيب بفحصه بوجد أنه هذا عنده متلازمة نسميها متلازمة أنه فيش عنده غداد عراقية نهائيا خلقيا هيك ما عنده البني عدم هان ممكن نطلب خزعة من الجلد هو اللي بحددنا اللي هي خزعة الجلد ممكن نطلب هذه الخزعة وهذه بتحدد أنه الإنسان عنده غداد عراقي ولا يفتقد هذه الغداد العراقي نعم أما كفحص نسحب دمه نشوف لا 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 ما فيه ما فيه فيهن استفسار صباح الخير سؤالي هناك من يعرق من يدي هل هذا أو هل الغداد العرقية المسؤولة عنها أم الغداد الضرقية وما هو العلاج مع خالص الشكر من السيد جمال حوسو بالنسبة للإفراط هنا للتعرق في مناطق محددي طبعا الإنسان وين تبصير عنده هذا الإفراط أكثر إشي اللي هم بيعانوا منها الشباب اللي هي فترة سن البلوغ لما يقرب الطفل على سن البلوغ بيبلش في أنه تغيرات هرمونية خاصة في الجسم طبيعية هرمونات طبيعية لتحويل الجسم من طفل لجسم شب فبتم استجابة الغداد العرقي لهذا الهرمون الزائد إفرازه زائد حتى أنه يحول الجسم لذلك من سميها فترة فورة الجسم لما الجسم يفور يعني القصد أنه يتحول بسرعة أنه خلال ستة شهر كان هيك صار تغير جسم البني آدم فهذه بسبب الهرمونات من ضمنها بصير إفراط في الغداد التعرق في ممكن تكون شاملة وممكن تكون في كفات الإيدين والرجلين لدى بعض الناس هسا في بعض الأمراض بتأدي من الإفراز في إفراز الهرمون الغد الدركية كما ذكر الأخ هو في عنده خلل ما ويتعالج هذا الخلل لكن إذا كان طبيعي هذا المجرد بسبب تكوين الجسم أنه جسمه بيستجيب للإفرازات الهرمونية الطبيعية وبيعدي إلى ظهور تعرق زائد في كفات الإيدين والرجلين بالإضافة وينت بيحس البني آدم أو الإنسان أنه في حال يتعرض لمواقف محرجي بيصير عنده طبعا المواقف المحرجي بتأدي إلى إفراط في هذا الهرمون أنه هرمون بنسميه الهرمون الخوف والفزع واللي هو الأدريناريلي فهذا الهرمون هو اللي بيؤدي إلى التعرق الزائد في بعض الأماكن في ناس إيديهم جريهم في ناس تحت الأباط في ناس منخارهم طبعا صيرت إيديهم وأجريهم وهذا الأماكن اللي بتذكرها لأنه فيهون استفسار من خلال متابعين عبر الفيسبوك البث المباشر بيقولوا أنه سبب تعرق كف اليدين والقدمين في الشتاء يعني بالعادي إحنا بنسمع التعرق بيكون بصراحة بالصيف أو إذا تعرضنا إحنا لتدفئة زيادة عن اللزوم بس فيه ناس بيكونوا عادي يعني جالسين عادي وبتشوف أنه إيديهم ورجلهم بيتحرقوا بيحز المرض توتر يعني مثلا كاعدين العيلي بتفرجوا على مسلسل على فيلم علمك بيصير انفعال لدى البني آدم أو مباراة بيصير انفعال فهذا الانفعال فيه الهرمون الأدرينالين يفرز بغض النظر صيف شتى يعني هذا شغال يعني بيش بخاطرنا هذا بالنسبة للإكبار بس بالنسبة للأطفال خاصة أنه في استفسارات بالنسبة للأطفال أنه شو سبب تعرق رأس الطفل مثلا أو إيديه أو رجليه بالشتاء نحن نحكي عن أيام الشتاء أو بشكل عام أنه ذكرنا أنه في أكثر من عامل الطفل إذا كان وقت الرضاع بيتعرق ولأكل لكن راسه مثلا ممكن يتعرض للتعرق مقارنة بأجزاء أخرى أو أعضاء أخرى هو وقت الانفعال يعني اللي هو الأكل وقت الرضاعة إذا كان طفل صغير كمان إحنا عنا بالعادي بنلفل في أطفالنا منخاف عليهم من اللفحات ومنلبسهم طقيتين وأواعي بيبكى الواحد زي الحصان الخشبي ماشي مش كادر يتحرك من كثر الأواعي طبعا الطفل بحمى مثل ومثلنا يعني إحنا برضو إحنا بني آدمين هو بني آدم هو بيحمى ولما يحمى بيعرك أجزاء من جسمه بتعرك فبتم تبريد حتى يبرد الجسم وترجمت هذا التعرق من شخص إلى آخر هنا ووجب التنويه للسادة المستمعين والمتابعين أيضا أنه قد يختلف المكان ليس بالضرورة الوجه وليس بالضرورة اليدين ممكن أماكن أخرى وبالتالي من إنسان لإنسان من تركيبي لتركيبي مختلف هذا الشيء فيه هنا استفسار الدكتور بيقول أنا عندي التهاب في الغدد العرقية وهو مزمن غير مؤقت وذهبت أكثر من مرة على المشفى والعلاج وقاموا بأكثر من عملية جراحة من أجل ربما تنشيط أو فتح هذا الغدد العرقية طب شو الحل؟ هذه حالة خاصة بتكون التهاب في الغدد العرقية الخاصة اللي موجودة تحت الآباط في الثانيات وفي المنطقة الأعضاء التناسلية طبعا هذه هي مشكلة حقيقية فعلا علاج نقول شافي طبعا ربنا هو الشافي لكن ضمن إمكانياتنا للأسف ما فيها العلاج الشافي مجرد السيطرة عليها نعم يتم السيطرة عليها لكن علاج نهاية ما فيه الجراحة منلجأ لها في الحالات اللي القصوى إنه صار فيه خراج كبير وما فيه مجال فمنلجأ للجراحة لكن كعلاج إنه الإنسان يخذ وتخلص منها للأسف لحد الآن ما فيه العلاجات وفيه كثير من المؤتمرات العالمية وبتم مناقشة هذا الالتهاب وما فيه حل يعني هو بيكون التهاب مش معروف ليش صار عند بعض الناس مش الكل عند بعض الناس بصير نعم نعم طب دكتور غالب يعني هنا أيضا استفسار بخصوص الأدوية أنت ذكرت قبل قليل أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى تثبيت أو تنشيط الوضة العرقية هي الأدوية صحيح نعم نعم من هم الأكثر عرضة فيما يتعلق المتنولين لأي أنواع من الأدوية خلنا مش ذكر أسماء ولكن مثلا هل مرضى السكري لنفرض مرضى الضغط أم أمراض أخرى هم أكثر عرضة لهذا القضية الصحية وهو مرضى الحالات النفسية اللي بتعاطوا العقاكير المهدئات زائد مرضى اللي عندهم أوجاع مزمنة وبتطروا يوصفوا لهم أدوية زي المورفين وأدوية قوية جداً هذه بتثبت إفراز العرق الأمراض زي السكري هبوط السكر بأدي إلى إفراز تعرك لأنه من هبوط من أعراض الهبوط أنه بصير عرق عند البني آدم لكن ارتفاع السكر بأدي إلى تقريباً وقف العرق ما بيكون في عرق لكن إذا كان في عرق هبوط بالنسبة لضغط الدم ممكن يصير زيادة وليس تطبيط للغدد العرقية نعم كمان بالنسبة لأمراض الثانية المصاحبة زي أمراض الذبح الصدرية والجلطة اللي بنسميها على القلب الإنسان بيحس أنه بيجهد العرق بعرق بزيادة لكن ما بأنه بيوقف العرق هذه كل يتخلنا نقول أمور مؤقتة يعني ليست إصابة مزمنة مزمنة عدا عن الالتهاب الذي كنا ذكرناه بالتأكيد بخصوص أنه البعض يعاني بالتهابات أدت إلى مشاكل وربما الخضوع إلى بعض العمليات الجراحية أجمالا نأمل لكم دوام الصحة والعافية بخصوص إذا ما لوحد تغيير على العلامات الخاصة الحيوية الجلدية يجب مراجعة الطبيب بعدم الاجتهاب بتناول الأدوية أكيد زي ما بقول الاجتهاب الشخصي هذا يكون الدكتور للأسف البعض بينتهج هذه الطريقة مهم جدا النجوء للطبيب هذا الأهم نعم هو فيه برضو تنويه أنه الناس كثير بيشكوا من رائحة العرق صحيح هذا الرائحة في عدة عوامل لإلها أكل مهم جدا طبيعة الأكل طبيعة الأكل بالذات اللي بتناولوا البخارات بكثرة اللي بتناولوا الثوم اللي بتناولوا البصل صحيح اللي بتطبيعة الحال الهريحة 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 بتتم إفرازها لأنها زائدة بأخذها بكمية كبيرة فبتظهر على ريحة العرق والجسم لكن فيه رائحة منفرة تقريبا تظهر بالذات في منطقة تحت الإبط وهذه سببها هو بيكون بكتيريا خاصة بتخمر العرق العرق فيه مادة كيموية بس هذا فيه حال عدم الالتزام خلنا نقول بال هو فيه أسباب اللي هي النظافة الشخصية عفواً الأماكن مثلاً عدم تنظيف المنطقة من الشعر صحيح لبس الملابس دون غسلها مثلاً تنظيف لفترة طويلة كمان لبس الملابس البوليستر أو النايلون هذه اللي ممكن ما بتمتص العرق صحيح يعني هذه أمور ما بيستخدموش مزيلات أو الروائح العرق هذه برضو بتأدي إلى ظهور تلك الروائح طبعاً من نسبة للعلاج حسب الحالي بنعالجها إذا كان فيه بسبب البكتيريا هذه بتتعالج البكتيريا وتم التخلص من رائحة الكريهة اللي بعض الناس للأسف بيعانوا منها كثير وبالنسبة للإفراط مثل ما ذكر الأخ شو العلاج إفراط في الإيدين طبعاً فيه عدة طرق للعلاج ممكن أدوية موضعية نعم أو ممكن الخطوة اللي بعدها إذا ما تمت الاستجابة للأدوية الموضعية إبار خاصة البوتوكس حالياً تم علاج جلسات مؤقت وبترد تجابة يعني متابعة زائد الآخر شيء بن الجالو اللي هي الجراحة بس الجراحة هي نهائية يعني آخر حل ما في مجال إذا كل الطرق استنفذت وما في استجابة من الجالة الجراحة الجراحة إذا كان فيه إفراط شديد بحيث أنه فعلاً مسبم مشاكل للشخص هذا مننصحه بالجراحة طبعاً فيه طرق أخرى اللي هي برضو مؤقتة هي يسمها جهاز خاص ممكن وممكن باستخدام فيه أجهزة على أيام زي الهايفو زي فيه أجهزة بس هذا يعني جلسات بدو الإنسان يتابعها نعم جلسات إذن طرق العلاج متعددة وبمراحل متنوعة وبتأكيد نأمل لكم دوام الصحة والعافية بعيداً كل البعد عن أي مشاكل سواء كان المشاكل الجلدية أو حتى مشاكل صحية أخرى إجمالاً نشكرك جزيل الشكر دكتور غالب برهم اختصاص الأمراض الجلدية والتجميل الطبي والليزر على هذه المعلومات القيمة والهامة جداً راجعوا الأخصائيين والأخصائدات ولا تجتهدوا من تلقاء أنفسكم لا تتناوروا العقاقير أو الأدودة التي قد تفاقم الوضع سوءاً بل يجب مباشرة الذهاب إلى إجراء الفحوصات ومراجعة الطبيب وفقاً بالتأكيد لنصائحه وإرشاداته ودائماً وابداً مرة أخرى دوام الصحة والعافية لكم جميعاً شكراً جزيلاً لك الدكتور غالب برهم مرة أخرى ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم بدوام الصحة والعافية ولكن بعد هذا الفاصل